فهذا اللي ربكم تسمعوا فيه الدستور ما الدستور لازم ننقلوش بال نهائيا ما نسمعوش به نهائيا ويجب إخواني بعدا الجمعة شعارات تكون أعمق وأقوى وأنا نقول لكم الآن بعض إخواننا مرات يقولوا لي لازم تصعيد أنا مع التصعيد أنا أعرف أن هذا النظام يخاف ما يحشمش هذه العصابة اللي اليوم تخاف ما تحشمش إذن وشن هو العمل معها؟ التصعيد ثم التصعيد سلمي؟ نعم دائما سلمي حضاري؟ نعم دائما حضاري لكن ثابت وصامد صمود الجبال ولأن ما فيش جيهة مركزية تقول للحرك عليك أن تفعل هذا أو لا تفعل هذا فأنا أقترح مثل ما يقترح بعض إخواني مثل المتحدثين من بين ما أقترح عليكم إخواني أن نعود لما قمنا به وهو تعطيل كل زيارات ما يسمى بالحكومة كل الوزراء هؤلاء عصابات لمخير فيهم قبل أن يأكل مع العصابات هذا اللي الناس ربما يقولك لا لا والله غير ناس ملاحة ولا غير لباس به ولا غير كان مع الحراكل أقل شي فيه أنه حينما عرض عليه لحم الجيفة بدأ يأكل فيه آه كما البعض ممكن يسمي على لحم الجيفة بصح يأكلوا فهؤلاء يقل شي فيهم أنهم مرتزقة وكثيرين منهم هم مفسدين ومجرمين إذن تعطيل ما يسمى بزيارات الوزراء والولات ورؤساء الدوائر لأن لا نعترف بهم كلهم نتاج عصابة يجب أن يتكثف وبقوة تعطيل هذه اللجنة ما يسمى بالدستور كما درناه مع كاريم يونس كما در الشعب مع كاريم يونس شعب فضحوا والناس كانت تدخل على القاعات تاكاريم يونس وأي واحد ينضم لهذه اللجنة يجب أن ترفع صورته ويرفع أسمه يقوله خاونة البلاد هذا الأمر الثاني إذن تعطيل الحكومة هذه لأنها ليس حكومة عصابة تعطيل مشاريحها وعلى رأسها موضوع الدستور وكل من يشارك فيه قطع القنوات خاصة قناة العار قناة الشرور قنوات الارتخزاق هذه قناة قناة البلاد بورد تيفي هذه القنوات رهي قنوات انتع استغفال انتع تلاعب يجب أن نلغيها من قنواتنا يجب أن نلغوها من تلفزيونان اللي حبي شو يتفرج بالعربية رهي كين مئات القنوات ليتفرج بالفرنسوية كين مئات القنوات بالانجليزية ربما ألف القنوات وبكل لغات الأخرى لكن لو يعرفوا أن كل الجزائريين الأحراء أغلبي الشعب بدأت تلغي هذه القنوات ولا تشتري هذه الجرائد فإنها ستكون صفعة كبيرة لهم هذا النقطة الثالثة النقطة الرابعة يجب أن نفكر إخواني جديا فأن يضاف يوم آخر وليكن يوم الخميس يوم الأحد يوم الثلاثاء الأربعة أي يوم للخروج الثلاثاء والجمعة لم تعد تكفي الثلاثاء والجمعة لم تعد تكفي فيجب أن نفكر في يوم آخر للخروج وأن نقنع آخرين بالخروج في هذه الأيام وإذا لازم الأمر نذهب إلى خط آخر في التصعيد وليكن وانا قلت هذا في الحقيقة من الصيف لكن هاو من الشاف باللي هذه العصابة رهي ماشي في الخطة انتاحها قضية إذا لازم الأمر أن يكون هناك إضرابات في القطاع النفطي وإضرابات في الموانئ والمطارات فيجب أن يكون ذلك رهي موش مولين لور القوى الخارجية رح تدعمهم بشكل أكبر بعد ما جابوا رئيس مزور وهما هدفهم رح تفكيك الحراك لإعادة إنتاج العصابة دولة الحنوشة بواجهة مدنية إذن إخواني ما أنصح به وما أشدد عليه يجب من رفع الوتيرة تدان من قدر في الشعارات ولكن أيضا خطوات عملية أنا اقترحتكم خمس خطوات خطوة أولى تعطيل كل ما يعني بالحكومة والولات ورأسها الضوائر خطوة ثانية تعطيل ما يسمى بتغيير الدستور أو تعديل الدستور بما فيها شيم أن نيم ذكر نيم أن شيم ذكر الأسماء تعالي يشاركوا ورفع صورهم على أساس أنهم خوانة واقتحام المقرات اللي يجتمعوا فيها الأمر الثالث هو نزع هذه القنوات تعالي الكذابين تعالي إصابات وجرائدهم ولا تشترى جرائدهم ولا تتابع قنواتهم وخطوة أخرى إذا لازم كالأمر كما قلنا فيما يتعلق بالبترول والغاز والموانئ والمطارات رهم موش راجعين اللور رهم إذا لا قدر الله استطاعوا تفكيك الحراك فإنه سيكون هناك انتقام من الجزائريين الشد من الانتقام اللي يبدأ مثل هذه الأيام في 92 عندما قاموا بانقلاب على أساس أنه ضد الفيس ولكنه في الحقيقة كان ضد الجزائر وكان ضد الجزائريين ككل اللهم إلا قلة صغيرة وشبعوا الجزائريين حرب قدرة وراء أسوار مغلقة وكانت حرب قادرة بكل ما تعنيه الكلمة هذه العصابة راه تخاف ما تحشمش وراه عادة تشكيل نفسها عادوا وضع جنرالات متحكمين في الحكومة كما في الرئاسة كما في كل شيء وراءهم معاولين على تفكيك الحراك هذا هو كل شيء اللي رم يشتغلوا عليه واللي رم يصرفوا في أموال الجزائرية عليه وسينتقمون انتقام شديد جدا من كل الذين واجهوهم ورفعوا أصواتهم أمامهم حي الله لحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته